السلام عليكم هناك جهاز يوجد في كل مكان تقريبا ومنذ اكتشافه وإلى وقتنا هذا موجود في كثير من أجهزة ولكن ربما لم نكن نعرفه أو نعرف عمله من قبل وهذا الجهاز هو الجيروسكوب ربما نكون قد سمعنا عن الجيروسكوب ولكننا قد لا نعرف ما هو الجيروسكوب الجيروسكوب هو جهاز يحتوي على عجلة تدور بسرعة أو شعاع ضوئي يستخدم لكشف عن انحراف الجسم عن اتجاهه المطلوب ونحن نستخدمه كل يوم فهو مهم للغاية في كل شيء من هواتفنا الذكية إلى نظام الملاحة المتقدم في مكوك الفضاء الجيروسكوب يتكون من عجلة أو قرص مثبت في حلقة دائمة تسمى ذات المحورين وتستند على محامل تحتوي المحامل على محامل غير احتكاكية تعزل العجلة المركزية عن القوة الخارجية المؤثرة ببساطة يتم تحديد محور الدوران يدور الجزء المتحرك حول محور بثلاث درجات من حرية الدوران وبسبب السرعات العالية التي يدور بها سيكتسب ثباتا للتبازن فيحافظ على محور الدوران وعندما يتم تطبيق الجيروسكوب بقوة دوران حول المحور المحدد يمكن قياس الاتجاه باستخدام ظاهرة تسمى السبق وبعبارة أخرى عندما تؤثر قوة خارجية على جسم يدور حول محور تحدث حركة من أحد العوامل الخارجية فيتم تمرير معلومات حول هذا الدوران إلى محرك أو جهاز آخر ينشي قوة في اتجاه معاكس وبالتالي تلغي مقدار حركة وتحافظ على الاتجاه ولدينا نوعان رئيسيان من الجيروسكوبات الأول هو الجيروسكوبات الميكانيكية تستند الجيروسكوبات الميكانيكية إلى مبدأ اكتشفه في القرن التاسع عشر العالم الفرنسي جان بيرنارد فوكو الذي أطلق اسم الجيروسكوب على عجلة مثبتة في حلقات محورية وخلال خمسينيات القرن التاسع عشر أجرى فوكو تجربة باستخدام مثل هذا المدوار وأظهر أن عجلة الغزل تحافظ على اتجاهها الأصلي في الهواء بغض النظر عن دوران الأرض اقترحت هذه القدرة عددا من التطبيقات للجيروسكوب كمؤشر للاتجاه وتوالت الاكتشافات فتم في عام 1908 تطوير أول بوصلة جيروسكوبية وفي عام 1909 تم بناء أول طيار آلي لاستخدام جيروسكوب للحفاظ على مسار الطائرة تم تركيب أول موجه آلي للسفن في سفينة الركاب الدنماركية من قبل شركة ألمانية في عام 1916 وتم استخدام جيروسكوبات أيضا للتوجيه الأوتوماتيكي ولتصحيح حركة الإنعطاف والميل في صواريخ كروز والصواريخ الباليستية خلال الحرب العالمية الثانية وكذلك تستخدمها المركبات الفضائية المدارية وتستخدم في أنظمة التحكم لبعض الأقمار الصناعية النوع الثاني هو جيروسكوبات البصرية من حيث الفائدة فالنوعان متشابهان ولكن الفرق هو أن جيروسكوبات البصرية لا تستعمل أجزاء متحركة تقريبا وطريقة عملها معقدة قليلا حيث يعتمد هذا النوع على ما يسمى تأثير سانياك باستخدام الليزر تستخدم الطائرات النموذجية حوالي عشرة جيروسكوبات في كل شيء من البوصلة إلى الطيار الآلي واستخدمت محطة الفضاء الروسية مير أحد عشر جيروسكوبا للحفاظ على اتجاهها نحو الشمس ويحتوي تلسكوبها بالفضاء أيضا على مجموعة من الجيروسكوبات الملاحية ولا نستطيع أيضا نسيان الاسكوتر الذكي أبدا لأن عمله بشكل نائسي يعتمد على الجيروسكوب وربما لا تعرفون بأنه يوجد أمامكم جيروسكوب فحتى الهاتف الذكي يوجد بداخله جيروسكوب وهذا ما يجعل من الممكن لنا اللعب باستخدام حواس الحركة في هواتفنا وأجهزتنا اللوحية وكذلك يساعدنا جيروسكوب الهاتف الذكي في مشاهدة مقاطع الفيديو أو الصور بزاوية 360 درجة فعندما نقوم بتحريك الهاتف تتحرك الصورة أو الفيديو بسبب وجود جيروسكوب صغير في الهاتف وحتى تطبيق البوصية في الهاتف لا يمكن أن يعمل من دون جيروسكوب وبشكل عام عندما نقوم بتدوير الجيروسكوب فإن محوره يريد أن يستمر في الإشارة في نفس الاتجاه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر